قام وزير الداخلية محمود توفيق بالزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمني رفيع المستوى تلبية لدعوة وزير الأمن العام الصيني وانج شي هونغ لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الأمني بين الجانبين وقد أكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية تعزيز أليات التعاون الأمني المشترك في دوء تعاضم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم مشيرا إلى ضرورة تفعيل أليات التنسيق الأمني الثنائية ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيدولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكلها كما وجه وزير الداخلية الشكرى لنظريه الصيني على حفاوة الاستقبال والترحاب الذي لقاه الوفد المصري منذ وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية